السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في هذا البتل المباشر الذي سنخصصه لدراسة الهندسة الفضائية بالنسبة للتانية بكالوريا المجربية بمسالكها والآن مع فقرة دراسة تحليلية للفركة بالنسبة للجزء الأول الفيديو الأول درسنا فيه تعريف للمستوى في الفضاء ومجموعة من الخاصيات تخص المرتجهات في الفضاء وكذلك المستوى يمكنكم الرجوع إليها في الفيديو السابق الآن في هذا الفيديو سنضرس الفركة ما من الفركة؟ الفركة هي بارعا كورة في الفضاء كورة فارغة نهتم بمحيطها فقط سأرسم هنا شكل توضيحي لذلك مثلا إذا أخذنا هذه على هذا الشكل سنأخذ هنا دائرة إذن هنا بالنسبة للكورة يعني الفركة غالبا نرمز لها بـ S نكتب هكذا S بالنسبة للدائرة نرمز لها بـ S نسبة إلى الإسم الفرنسي الإسم بالفرنسية الساكل هنا لديها أيضا شعاء نرمز له بـ OMEGA هكذا شعاء هذه الفلكة فن مركز الفلكة ولديها أيضا شعاء نرمز له بـ عدد حقيقي موجب قطا إذن الفلكة يمكن تعريفها انطلاقا من مركز من نقطة مركز وشعاء إذن نفس الطريقة بالنسبة للدائرة الدائرة نعرفها انطلاقا من مركز وشعاء الدائرة نعرفها انطلاقا من مركز وشعع نفس الطريقة بالنسبة للفركة في الفضاء هي عبارة عن كرة لديها مركز ولديها شعع لكن هنا لا نهتم بما يوجد في الداخل نهتم بالموحيد فقط كالدائرة هناك دائرة وهناك قرص دائرة وقرص الفركة نهتم بالموحيد فقط إذن بالنسبة سأكتب هنا بعد المعطيات لدينا لي تكون أوميغا نقطة من الفضاء ور عدد حقيقي موجب قطعا إذا كان يساوي صفر لدينا نقطة هذه الفركة ستصل عبارة عن نقطة فقط وهي أوميغا بجموعة الآن بالنسبة للفركة ما هو تعريف فلكة أكتب هنا الفلكة التي مركزها أوميغا وشعاعها إذن ما هي عبارة عن ماذا هذه الفركة عبارة عن مجموعة من النقط هي عبارة عن مجموعة النقط هي مجموعة النقط التي تحقق إذن ما تحقق هذه الفركة هي مجموعة من النقطة الفضاء التي تحقق ماذا بالنسبة للدائرة تحقق المسافة بينها وبين أوميغا تساوي الشعاع. كل النقطة التي تبعد عن المركز بنفس المسافة وهي A نفس الطريقة هنا. إنها مجموعة نقطة M سأضح هنا M بحيث التي تحقيق أميجا M تساوي الشعاع. إن كل نقطة تبعد عن المركز ب R هي تنتمي إلى الفلكة إن الفلكة هي مجموعة النقطة التي تبعد عن المركز بنفس المسافة وهي A. هذا هو تعريف الفلكة. الفركة التي مركزها أوميغا وشعاعها R هي مجموعة نقطة M من الألفاظ التي تحقق أوميغا M تسويها هذا تعريف الفركة بالنسبة للفركة كذلك بالنسبة للدائرة والدائرة كما درسنا السنة الماضية لديها معادلة ديكارتية أيضا الفركة لها معادلة ديكارتية ولها معادلات ديكارتية سأكتب هنا معادلة ديكارتية للفركة سنبدأ بهذا التعريف للفركة لتعريف ليكن لتكون هكذا لتكون S فلك شعاعها R عندما نقول شعاعها R فمباشرة R موجر ومركزها أوميغا نأخذ إحداثية أوميغا A ب C لأن أوميغا هي نقطة من الفضع لديها إحداثيات لدينا S فلك شعاعها R ومركزها أوميغا الآن نريد أن نحدد معادلة ديكارتية للفركة لدينا إذن سنبدأ هو هكذا M X Y Z تنتمي إلى S تكافر إذن ما لا تحقق هذه النقطة إذا كانت نقطة تنتمي إلى الفركة نرجع إلى التعريف تحقق أوميغا M تساوي R لاحظوا معي هنا أوميغا M تساوي R إذن سأكتب هنا أوميغا لأن M ستتبعد عن أوميغا بين المسافة R إذن أوميغا M تساوي R الآن بالنسبة للمسافة كلنا نعرف حساب المسافة المسافة هي جذر نكتب هنا جذر ثم نضح هنا X ناقص A X ناقص A أس إثنان زائد Y ناقص B أس إثنان زائد Z ناقص C أس إثنان تساوي R طريقة حساب المسافة هي هذه الأفصول ناقص الأفصول أس إثنان الأرتوب ناقص الأرتوب أس إثنان ثم الأنسب ناقص الأنسب أس إثنان X ناقص A Y ناقص B ثم Z ناقص C هذه هي تعبير المسافة الآن سنرفع كل أس إثنان تكافئ إذا قلنا بالرفع هذه الأطراف المتساوية أس إثنان زائد Y ناقص B أس إثنان زائد Z ناقص C أس إثنان تساوي R أس إثنان أس إثنان وهذه الكتابة الأخيرة تسمى معادلة ديكارتية للفلكة هذه المعادلة الأخيرة تسمى معادلة ديكارتية للفلكة إذن إذا كان لدينا في المعطيات أعطي لنا إحداثيات المركز وأعطي لنا قيمة الشعاع يمكن تحديد معادلة ديكارتية بالتعويض مباشرة نضحنا إحداثيات مركز الفلكة ثم الشعاع أس إثنان المعادلة الأخيرة تسمى معادلة ديكارتية للفلكة أس التي مركزها أميغا A B C وشعاعها A بالنسبة لرمز أس نرمز لها B نرمز ل غالبا أس ونضح هنا أميغا ونضح هنا الشعاع في البدل الكتب تجدون هذه الرمز أس أميغا نسبة إلى أن أس فلكة مركزها أميغا وشعاعها A هذه المعادلة الدكارتية الأخيرة أو هذه المعادلة الأخيرة تسمى معادلة ديكارتية للفلكة سنأخذ مثال لتكون أس فلكة معرفة بالمعادلة الدكارتية الدكارتية التالية سنأخذ مثالا معادلة على هذا الشكل X ناقص 3 وس 2 زائد Y زائد Z زائد واحد تساوي واحد وس 2 عفوا وس 2 إن هذه المعادلة الدكارتية للفلكة المطلوب هنا تحديد الشعاع وتحديد المركز فلنقلنا دائما هنا يوجد الشعاع وس 2 U ex ös نقص أفصول المركز نقص أرتوب المركز نقص أنسوب المركز إذن سأكتب هنا إذن شعار S هو R يساوي إن سنأخذ هذه القيمة هي عبارة عن R أس 2 سنضع لها الجذر هكذا لأن هذه القيمة الموجودة هنا هي عبارة عن R أس 2 واحد تساوي R أس 2 لكي نحصل على R نضع الجذر إنها نحصل على واحد ومركز S هو أوميغا الآن لاحظوا معي هنا ناقص A لدينا A إن عكس إشارة هذه القيمة الموجودة هنا عكس إشارة ناقص B وضعنا هنا B لم نضع ناقص B ناقص C وضعنا C إن نفس طريقة لدينا ناقص 3 إذن سنضع هنا 3 هكذا لأن التعبير الأول كتابة الأولى هي نفسها الموجودة في التعريف X ناقص A X ناقص 3 إذن سنضع هنا 3 هنا لدينا Y إذن ماذا سنضع مكان الأفصول هنا كأنه لدينا Y ناقص 0 لاحظوا معي Y ناقص 0 أس 2 Y ناقص 0 أس 2 هي هي Y أس 2 إنه لسا عضاء 0 سأشرح هنا هنا بنسبة لهذه الكتابة كأنه لدينا X ناقص 3 أس 2 زائد Y ناقص 0 أس 2 زائد Z زائد 1 أس 2 تساوي 1 إن هنا لدينا Y ناقص 0 إذن سنضع هنا 0 ثم هنا لدينا 1 لدينا ناقص C وضعنا C ولم نضع ناقص C إذن غيرنا الإشارة العدد الموجود هنا غيرنا إشارته إن هنا لدينا زائد 1 سنضع هنا ناقص 1 هكذا وبالتالي نكون قد حددنا المركز وحددنا شعع الفلكة أما بالنسبة للطريقة الأكسية إذا أعطي لنا المركز والشعع وطلب مننا تحديد الفلكة فهذا أمر بسيط جدا نقوم بالتعويض كما هو مبين في القاعدة هنا ثم نقوم بحساب R.O.C.2 فنحصل على الكتاب التالي إذن هذا بالنسبة لتحديد المركز والشعع انطلاقا من معادلة ديكارتية هذه المعادلة ديكارتية يمكن أن ننشرها ممكن أن تجدوها في بعد التمارين منشورة سأكتب هنا خاصية خاصية لتكون S فلكة مركزها عفوا مركزها أوميغا وشعاعها R معدلة سأكتب هنا معادلة ديكارتية بالفلكة S بالنسبة للمعادلة ديكارتية سأأخذ هذه الكتابة الموجودة هنا هي X ناقص A وس إثنان عفوا هنا سأكتب هنا أوميغا هكذا أوميغا A B C مركزها أوميغا A B C إذن زائد Y ناقص B و C 2 زائد Z ناقص C و 2 تساوي R و 6 إذن هذا بالنسبة للمعادلة ديكارتية للفلكة بالتطبيق المباشر كنا ممكن أن نجد في بعض الأحيان في بعض الأحيان النشر لهذه المعادلة فنحصل على الكتابة التالية إن سأكتب هنا وأيضا المعادلة وأيضا تكتب على هذا الشكل إذا قمنا بالنشر هنا فنحصل على سنحصل على X 2 2 Y 2 2 2 Z 2 2 سنستخرج من هنا X 2 2 2 2 2 2 2 ثم نلتب الآن الأدد التي تحتوي على Y Z و X إن هنا سنحصل على ناقص 2 2 A X 2 A X ثم ناقص 2 Y ثم ناقص 2 C Z ثم سنحصل على ناقص سنحصل على ناقص A 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 5 6 6 6 7 8 6 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 11 11 12 14 15 15 11 12 11 10 12 13 14 14 15 16 17 18 20 21 21 21 22 22 29 28 29 30 30 30 30 30 لفلكة معرفة بأحد أقطارها سأرسم هنا فلكة هكذا بالنسبة للفلكة في المعطيات لدينا سأكتب هنا لدي تكون اس فلكة وأب قطر للفلكة قطر يعني قطعة منتصفها هو مركز الفلكة على هذا الشكل مثلا سأخذ هكذا ثم هنا بهكذا هذا هو قطر الفلكة يعني قطعة منتصفها هو مركز الفلكة الآن لا نحتوي على مركز الفلكة بل لدينا القطر فقط هنا طريقتين لتحديد المعادلة الدكارتية إما أن نحدد المركز هو منتصف القطعة إحداثيات المنتصفية XB زائد XA على إثنان ثم YB زائد YA على إثنان ثم ZB زائد ZA مقسوم على إثنان هذه إحداثيات المركز أما بالنسبة للشعر هي المسافة مقسوم على إثنان A B المسافة A B مقسوم على إثنان ثم نعود بالتعويض لتحديد المعادلة الدكارتية هذه طريقة أولى طريقة ثانية إذا أخذنا M تنتمي إلى إذا أخذنا M تنتمي إلى الفلكة S إذن لدينا هنا عبارة مكافئة لهذه الكتابة M تنتمي إذا أخذنا M هنا M رحل معي المثلة A M B بالنسبة للنقطة الآن للنقطة A و B و M تنتمي إلى نفس الدائرة النقطة سأكتب هنا سأرسم هنا الدائرة إذا أخذنا الدائرة التي تحتوي على النقطة A B M هكذا A B M إذا أخذنا الدائرة فقط التي تحتوي على النقطة A و M و B لدينا هذه الكتابة ماذا يمكن أن نقول عن المثلة A B و M بما أن A B قطر الدائرة فإن أي نقطة تنتمي إلى الدائرة تشكل مع النقطتين أو B مثلة قائم الزاوية بمعنى أن المتجهة A M عمود يعني المتجهة B M هكذا رحلوا معي قلنا بأن هنا لدينا زاوية قائمة لأنه لدينا A ب قطر الدائرة إذا كانت A ب قطر الدائرة فأي نقطة تنتمي إلى الدائرة فإنها تشكل مع النقطتين بمثلة قائم الزاوية إذن هنا لدينا مثلة قائم الزاوية إذن A M المتجهة A M عمودية على المتجهة B M بالنسبة لهذا الدرس قلنا ما هي الكتابة المكافئة لتعامل المتجهتين باستعمال هذا الدرس قلنا بأن الجذاء السلامي A M B M يسوي السفر هكذا إذن الجذاء السلامي A M يسوي السفر ومن خلال هذا الجذاء السلامي عند حساب هذا الجذاء السلامي نكون قد وجدنا معادلة ديكارتية نقوم بتعويض الآن X هنا ناقص X A Y ناقص Y A ثم X ناقص X B ثم Y ناقص Y B هكذا ثم نقوم بالنشر والحساب والتبسيط فنصل إلى معادلة ديكارتية على هذا الشكل من خلال هذه الكتابة نحصل على المعادلة ديكارتية إن هذه الطريقة الثانية قلنا بالنسبة للطريقة الأولى هنا في هذه الفقرة نريد تحديد معادلة ديكارتية للفركة معرفة بأحدى أقطارها لدينا القطر A B يعني أن المركز للفركة هو منتصف A B إن طريقة الأولى قلت بأنه يمكن تحديد المنتصف حتى تزيد المنتصف نكتب X A زائد X B زائد ليس ناقص X A زائد X B X A زائد X B ثم على إثنان ثم Y A زائد Y B على إثنان هذا بالنسبة هنا لدينا A وليس صفر أحدهم على النقل لماذا تساوي صفر هنا A ليس صفر إذن هنا قلت بأن طريقة الأولى تحديد المركز ثم الشعاء بالنسبة للشعاء هو المسافة A B مقسوم على إثنان المسافة A B مقسوم على إثنان وهكذا نرجع إلى القاعد الأولى إذا كانت إذا وجدت المركز والشعاء يمكن تحديد المعادلة الدكارتية الطريقة الثانية هو حساب الجداء المتجه على هذا حساب الجداء السلامي عفوا وحساب الجداء السلامي سنأخذ مثال لذلك مثال مثال لتكون S فلك قطرها A B بحيث A إحدثتها واحد ناقص سلاتها سفر و B 2 2 1 هكذا هنا لدينا الطريقة الأولى سأكتب طريقة واحد هكذا طريقة واحد هو تحديد المركز سأكتب هنا مركز S هو أوميغا منتصف 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 B هكذا مركز S هو أوميغا منتصف B بالنسبة لأوميغا نقوم بحيث الإحداثيات بهذه الطريقة 2 زائد 1 على 2 ثم 2 ناقص 3 على 2 ثم 1 زائد 0 على 2 نقوم بالجمعة ثم القسم على 2 تكافئ تستلزم أن أوميغا إحداثيتها هي هنا لدينا 3 على 2 هنا لدينا ناقص 1 على 2 هنا لدينا 1 على 2 هكذا و شعاع R شعاع S هو R يساوي قلنا شعاع يساوي المسافة على 2 المسافة أب على 2 إذن المسافة أب على 2 يساوي بالنسبة للمسافة الآن نقوم بحيث المسافة إذن نضح هنا XB ناقص XA إذن 2 ناقص 1 ثم 2 زائد ثم 2 ناقص ناقص 3 يعني 2 زائد 3 أس 2 ثم 1 ناقص 0 أس 2 ثم نقوم بحساب هذه العبارة هنا الكتاب أفوان هنا لدينا 1 أس 2 يعني ناقص 1 أس 2 يعني 1 زائد هنا 5 أس 2 هنا 1 هكذا إن تساوي هنا 25 زائد 2 27 و 20 هكذا يمكن تفكيك هذه العبارة فنحصل هنا على 3 جدا 3 على 2 إن هذا هو أشعر ومنه نكتب ومنه معادلة ديكارتية لS هي إن سنضح هنا X ناقص بالنسبة لأوميغا ناقص على 2 الكل أس 2 زائد Y ناقص أرتوب أوميغا هو 1 إلى 2 إن سنضح هنا زائد 1 إلى 2 لأن مع الناقص تصبح زائد أس 2 ثم بالنسبة لZ Z ناقص 1 إلى 2 الكل أس 2 تساوي الشعاء أس 2 تساوي الشعاء ثلاثة جدر ثلاثة على 2 الكل أس 2 فسنحصل على 27 على 2 هكذا هذه طريقة الأولى لتحديد المعادلة الدكارتية تحديد منتصف مركز الفركة الذي هو عبارة منتصف قطع أبي ثم الشعاء هو المسافة أبي طول القطر مقسوم على 2 هذه طريقة الأولى بالنسبة للطريقة الثانية قلنا يمكن استعمال هذا الجداء السلامي تحديد المعادلة سأكتب هنا طريقة واحد طريقة زوج طريقة زوج لدينا M X Y Z تنتمي إلى S الفركة S تكافي أن AM سلام BM تساوي 0 لأن AM و BM متجهتين متعاملتين تكافئ بالنسبة لإحداثات AM سأضع X ناقص 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 X ناقص 1 Y ناقص 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 3 ثم Z ناقص 0 يعني Z سلام X Y Z الآن بالنسبة M ناقص 2 ناقص 2 ناقص 1 0 0 ناقص ناقص حساب هذا الجداء السلامي وتبسيط تكافئ هنا لدينا X ناقص 1 X ناقص 2 زائد Y زائد 3 Y ناقص 2 ثم Z Z ناقص 1 0 ناقص ناقص هذا الجداء السلامي أو نشر هذه الكتابات ثم ناقص بعمل التبسيط فسنحصل على المعادلة على هذا الشكل سنحصل على المعادلة لهذا الشكل X 2 زائد Y 2 2 Z 2 على هذا الشكل سأكسب ها هنا سأقوم بالتبسيط هنا X مضروف X X 2 X 2 X X X 2 X 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 2 2 2 3 2 3 2 2 6 3 Z Z 2 3 3 Z X X X 2 3 3 3 2 3 3 12 تكافر سنقوم بترتيب العدد التي تحتوي على المربع X 2 2 2 2 2 2 2 plus 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 لا تحتوي على إكس ولا إغريق ولا زيد هي إثنان ستة إثنان ناقص ستة يعني ناقص أربعة تسويسف ونكون قد حصلنا على معادلة دي كارتية للفلكة مبسطة هي نفسها هذه المعادلة لو قمنا بنشر هذه المعادلة لو قمنا بنشر هذه المعادلة وتبسيطها سنحصل على هذه الكتبة في الأخير لو قمنا بنشر هذه الكتابات في الطريقة واحدة قمنا بنشرها وتبسيطها سنحصل على هذه الكتبة هنا على هذا الشكل هنا سألتح لنا سؤال التالي إذا أعطيت لنا معادلة على هذا الشكل فما هي الطريقة لتحديد المركز والشعى؟ بالنسبة للطريقة الأولى بسيطة إذا كانت المعادلة تكتب على هذا الشكل فالمركز هو A ثم B ثم S والشعى نأخذ هذه القيمة ونضعها في الجذر ثم نقوم بحساب الجذر لكن إذا أعطيت لنا المعادلة على هذا الشكل ما هي الطريقة لتحديد المركز والشعى؟ لأن الفلكة معرفة انطلاقا من المركز والشعى لذلك سنذهب الآن إلى فقرة موالية وهي كالتالية دراسة مجموعة وهذه هي الفقرة المهمة في هذا الفيديو دراسة مجموعة النقط ودراسة مجموعة النقط ودراسة مجموعة النقط هنا نفسها للكتابة ولكن سأضع بكان 3 و 1 و ناقص 1 أو B و C سنقطع هذا الشكل أضع X أسي 2 زائد Y أسي 2 زائد Z أسي 2 زائد AX زائد by زائد c z زائد d تساوي السفر لاحظوا بأن هذه الكتابة نفس هذه المعادلة التي وجدناها في المثال السابع إذن اعطيت لنا هذه المعادلة انطلاقا من هذه المعادلة يجب أن نحدد المركز والشعاع وقبل ذلك يجب أن نبين هل هذه المعادلة هي معادلة ديكارتيا ريفركة هل هي بجموعة نقطة عبارة فركة أم بجموعة فارغة أم عبارة عن نقطة أم شكل آخر إذن في هذه الحالة لدينا طريقتين طريقة الأولى هي استعمال القاعدة المباشرة الموجودة في الكتاب المدرسي وهناك طريقة تانية باستعمال الشكل القانوني الشكل القانوني الذي درسناه في الجدع مشترك علمي وكذلك درسناه في الأولى باكالوريا عند تحديد معادلة ديكارتيا للدائرة سأقوم بشرح الطريقتين معا ولكم الاختيار في استعمال إحدى الطريقتين في الامتحان أو في الفرن مطلوب هو استعمال إحدى الطريقتين سنبدأ بالقاعدة الأولى خاصية أو سأبدأ بالطريقة الثانية أفضل سأبدأ بالطريقة الثانية باستعمال الشكل القانوني سأضع هنا تذكير لشكل قانوني تذكير بالشكل سأعطي هنا تذكيرا للشكل القانوني لحدودية من الدرجة الثانية حدودية من الدرجة الثانية سأعطي على شكل مثال مثال واحد مثال إذا أخذنا هذه الكتابة اثنان اكس ناقص اربعة اكس ناقص اثنان تساوي مثال تساوي هكذا هذه الكتابة يجب أن نكتب على هذا الشكل في الأخير هكذا اكس ناقص زائد عدد أس اثنان ثم زائد عدد هنا هكذا عدد حقيقي ثم عدد حقيقي يجب أن نصل إلى هذه الكتابة إذن أول شيء نقوم به لكي نصل إلى الكتابة إلى الشكل القانوني لأنه نلاحظوا معي في المعادلة الدكارثية للفركة يجب أن نصل إلى راحلوا معي هنا يجب أن نصل إلى إكس ناقص اوس اثنان إذن نفس الفكرة هنا يجب أن نصل إلى إكس ناقص أو زائد عدد أس اثنان أو ناقص عدد إذن هنا سأقوم بالتعميل بإثنان أول شيء سأقوم بالتعميل بإثنان هكذا ثم أضع هنا إكس أوس اثنان ناقص إثنان إكس ناقص واحد سأقوم بالتغيير هنا لكي لا أقع في المشكلة هنا سأضع ثلاثة في المتطابق الهام هكذا ثلاثة إذن قمت بالتعميل بإثنان أول شيء نقوم بالتعميل بإثنان في الشكل القانوني تساوي هنا نريد أن نصل إلى متطابق الهام بالنسبة للمتطابق الهام هكذا ظاهلوا معي هنا إذا وضعت إكس ناقص أوس إثنان تساوي إكس إثنان ناقص إثنان أ إكس زائد أوس إثنان إن يجب أن نحصل على هذا التعبير هنا هنا لدينا ثلاثة إكس ولا يوجد لدينا إثنان إن يجب أن نضرب ونقسم على إثنان ناقص إثنان في ثلاثة على إثنان إكس ناقص واحد هكذا قمنا بضرب والقسم على نفس العدد كأننا ضربنا في واحد إذا قمنا باختصاص سنحصل على ثلاثة تساوي إثنان إكس أوس إثنان ناقص إثنان في ثلاثة على إثنان إكس الآن لا نتوفر على أ أوس إثنان بالنسبة لأ هو ثلاثة على إثنان لدينا إكس أوس إثنان ناقص إثنان في ثلاثة على إثنان إكس بالنسبة لأ هو نفسه ثلاثة على إثنان ثم نطرح 3 على 2 أس 2 هكذا نضيف ونطرح لكن نصل إلى المتطبق الهم الهدف والوصول إلى المتطبق الهم إنزائل 3 على 2 الكل أس 2 ناقص 3 على 2 الكل أس 2 ثم ناقص 1 قمنا بإضافة وطرح نفس القيمة قمنا بإضافة وطرح نفس القيمة هنا ربما خطأ أحدهم قام بتصحيح في التعليق شكرا لك هنا 4 لأن 2 أس 2 تسوي 4 أكمل هنا 2 لدينا هنا لاحظوا معي هنا لدينا متطبقة أهمة هنا لدينا متطبقة أهمة قمنا بإضافة وطرح نفس العدد قمنا بإضافة وطرح نفس العدد إن هنا لدينا متطبقة أهمة هي x ناقص 3 على 2 الكل أس 2 هكذا ثم ناقص 9 على 4 ثم ناقص 1 بالنسبة لهذه الكتابة الآن سأضع هنا هكذا الآن سأقوم بعملية النشر هنا سأقوم بعملية النشر أو أضع هنا 2 هكذا ثم هنا لدينا ناقص 3 على 2 ناقص 3 على 2 ثم أقوم بعملية الحساب هنا إذا وضعنا هنا زائد هنا مجموعة من التنميذ يقعون في هذا الخطأ يقومون بحساب هذه القيمة 9 على 4 ناقص 1 فيتركون ناقص خارج الحساب لا نضع هنا زائد ثم نضع هكذا 4 ثم نضع هنا ناقص 9 ثم ناقص 4 هذه العملية الصحيحة ناقص هي مرتبطة من 9 على 4 يجب أن نضع هنا زائد ثم نضع هنا ناقص إن تساوي 2 X ناقص 3 على 2 الكل أس 2 ثم إذا قمنا بحساب هذه القيمة سنحصل على ناقص 13 على 4 وممكن الآن أن نقوم بعملية النشر X ناقص 3 على 2 الكل أس 2 ناقص 2 في 13 على 4 هي 13 على 2 هذه الطريقة قمنا بدراستها في الجدع علمي وكذلك في الأولى باكالوريا لذلك لن أقوم بصريحها أكثر هذا بالنسبة للشكل القانوني إن يجب أن نصل إلى هذه الكتابة في الشكل القانوني يجب أن نصل إلى هذه الكتابة هذا ما نحتاجه في هذه الفقرة لكي ندرس مجموعة النقاط التي تحقق هذه المتساوية إن سأكتب هنا سنأخذ على شكل أمثلة لكي ندرسها أحسن سأخذ أمثلة هكذا لنحدد المثال الأول لنحدد مجموعة النقط أم إكس إجريك زد من الفضاء التي تحقق سأخذ تعبيرا معينة مثلا إكس أس إثنان زائد إجريك أس إثنان زائد زد أس إثنان هكذا ثم ناقص ناقص إثنان إكس زائد أربعة إجريك مثلا هذا الشكل ثم مثلا نأخذ هنا تساوي السفر هكذا مثلا أخذنا هذا التعبير فهذا التعبير هو نفسه هذا التعبير الموجود هنا لأن د تساوي السفر لاحظوا معي د تساوي السفر لا تجددين زد يعني أن س تساوي السفر س مضربة في زد تساوي السفر وهكذا إذن يجب أن نريد أن نحدد مجموعة النقط التي تحقق هذه المعادلة إذن لدينا سنستخدم الشكل قانوني الذي شرحناه قبل قليل لدينا إن سأبدأ هنا إكس أسي 2 زائد إجريك أسي 2 زائد ز أسي 2 ناقص إثنان إكس زائد أربعة إجريك تساوي الآن سأقوم بترتيب هذه العمليات سأضع إثنان إكس أمام إكس إثنان وأربعة إجريك أمام إجريك أسي 2 فأكتب هنا إكس إثنان ناقص إثنان إكس ثم زائد إجريك أسي 2 ثم زائد أربعة إجريك ثم زائد ز وستنان تساوي السقر هكذا إذن قمت بعمل ترتيب وضعت إثنان إكس ناقص إثنان إكس أمام إكس إثنان ثم أربعة إجريك أمام إكريك أمام إكس إثنان تساوي سنذهب إلى هذه التعبير ونحولها إلى الشكل القانوني سنحول هذين التعبيرين إلى الشكل القانوني إنه هنا سأضع هنا لاحبوا معي إكس إثنان ناقص 2x هنا متطبقة همى معروفة هكذا X2 ناقص 2x زائد 1 تساوي X ناقص 1 أس 2 يجب أن نضيف 1 ونطرح 1 لكي نصل إلى هذه المتطبقة الهمة وعيد X2 ناقص 2x زائد 1 يجب أن نضيف 1 ونطرح 1 هنا سأضيف 1 وأطرح 1 نذهب إلى الثانية هنا يمكن التعمل بـ 2 لا نضيف 2 ونقسم على 2 متى نضيف 2 ونقسم على 2 إذا كان لدينا عدد فرضي لاحظوا معي هنا لدينا عدد فرضي 3 عدد فرضي ليس عدد زوجي إن يجب أن نضيف 2 ونقسم على 2 أما هنا فأربع عدد زوجي يمكن أن نفكك هنا وأكتب Y2 هكذا زائد 2 في 2Y لاحظوا معي أربعة هي 2 في 2 والآن حصلنا على 2 الآن بالنسبة لـ Y A هي Y ثم الآن B هي 2 إن سأضع 2 أس 2 ناقص 2 أس 2 هكذا ثم زائد زل أس 2 تساوي 0 لاحظوا معي هنا هذه الكتابة هذه الكتابة على شكل 2 أس 2 في 2 ثم أضفت 2 أس 2 وطرحت 2 أس 2 الآن سنذهب إلى المتطبقة الهمة سأخذ هذه الكتابة هي عبارة عن متطبقة همة X ناقص 1 الكل أس 2 بالنسبة لهذا التعبير سأخذ هذا التعبير هنا Y عفوا لقد أضفت هنا Y سأخذ بالتشتب عليها هكذا سأخذ هذا التعبير هنا Y أس 2 زائد 2 في 2 Y زائد 2 أس 2 هذه متطبقة همة متطبقة همة سأخذ زائد Y زائد 2 الكل أس 2 بالنسبة للز ستبقى هكذا الزائد ثم ناقص 1 ثم ناقص 4 تساوي 0 إن تساوي X ناقص 1 في حقيقة يجب أن أضع هنا التكافئ أحسن تكافئ هكذا أحسن X ناقص 1 أس 2 زائد Y زائد 2 أس 2 هنا زائد Z أس 2 تساوي سأقوم بإرجاع هنا لدينا 5 5 أرجع للطرف الآخر فأحصل على 5 إذن وجدنا هذه المعاذلة وجدنا هذه المعاذلة هنا إذا نصل إلى هذه المعاذلة فيجب أن ندرس إشارات هذا العدد إذا كان هذا العدد موجب كما هو الحال بالنسبة لهذا المثال فإن هذه المعاذلة هي معادلة فركة أما إذا كان هذا العدد سالي مثلا نفترض أنه وجدنا هنا ناقص 5 راهض عدد موجب زائد عدد موجب زائد عدد موجب يعطينا عدد سالي لا يمكن في هذه الحالة نقول بأن مجموعة النقاط عندما نصل إلى هذه الكتابة في الأخير باستعمال للشكل القانوني فنصل إلى هذه الكتابة يجب أن ندرس إشارة هذا العدد إذا كان عدداً موجباً فإن مجموعة نقطة عبارة عن فلاقة أما إذا كان سالباً فمجموعة نقطة هي عبارة عن مجموعة فارغة أما إذا كان السفر فمجموعة نقطة عبارة عن نقطة سندرس لحالتين متبقيتين في هذه الحالة سأكتب بما أن خمسة موجب لماذا؟ لأنه في المعادلة الدكارتية للفلكة رحضوا معي هنا بالنسبة للمعادلة الدكارتية يجب أن نجد هنا R2 لكي نقول بأن هذه المعادلة معادلة الدكارتية R2 إذا هذا هو عدد موجب أم سالم وعدد موجب بطبيعة الحال إذا نفس الشيء هنا يجب أن نصل إلى عدد موجب إذا وصلنا إلى عدد سالم فلا يمكن نقول بأن مجموعة النقاطية عبارة عن مجموعة فريئة إن لا يمكن أن يكون R2 يساوي عدد سالم بما أنها خمسة أكبر من السوف فإن مجموعة النقاط نسميها مثلاً هكذا مجموعة النقاط نسميها مثلاً هكذا غاما إن فإن غاما هي عبارة عن فركة شعاوها ر يسوي جدر خمسة هكذا جدر خمسة شعاوها يسوي جدر خمسة ومركزها أوميغا إحداثيته ناقص واحد يعني واحد ثم ناقص اثنان ثم سفر هنا لدينا نضع دائماً عكس الإشارة ناقص اثنان ناقص واحد نضع هنا واحد ثم هناك أنه لدينا زيت زائد سفر أو ناقص سفر إذن نضع هنا سفر إذن نحددنا الشعاع والمركز الفركة إذن هذه الحالة الأولى إذا كان العدد الموجود هنا عدداً موجباً إذن قلنا ممكن أن يكون عدداً سالباً أو عدداً يساوي عدداً منعظم سنأخذ المثال ثانياً لنحدد مجموعة نسميها كما مجموعة النقط M X Y Z من الفضاء التي تحقق M X Y Z M X Y Z ممكن أن نجد زيل ممكن أن نجد هنا سفر وهكذا ناقص X زائد 2 Y زائد 10 مثلاً سنأخذ مثلاً زائد 10 تساوي سفر الآن سندرس هذه المعادلة وفي الأخير إما أن تكون عبارة عن معادلة فركة أو مجموعة فريغة أو نقطة كما قلنا هنا وجدنا بأن خمسة موجب إذن قلنا بأن فركة لدينا إن سأكتب هنا تكافئ هكذا مباشرة أحسن بالنسبة لهذه الكتابة سنرجعها إلى الشكل القانوني سنحولها إلى الشكل القانوني إن سأكتب هنا X أس 2 ناقص X سأضع ناقص X أمام X أس 2 معادلة كبيرة جداً وطويلة لذلك قمت بحذف Z وكتبت Z أس 2 نفس الطريقة العمل التي ننجزها على Y و X ننجزها على Z إذا كان هنا زائد 4 Z أو هكذا إن سأضع هنا تساوي زائد 10 تساوي سفر تكافئ لا يوجد لدينا عدد زوجي هنا إذن يجب أن نضرب ونقسم على 2 فأكتب هنا X أس 2 زائد 2 في 1 إلى 2 X هكذا إذا قمنا باختزال بـ 2 فسنحصل على ناقص هنا سنحصل على ناقص 1 هنا يجب أن أضيفه وأطرحه مباشرة يجب أن أضيفه هذا العدد المتواجد هنا هذا العدد 1 على 2 الكل أس 2 ثم أطرحه من هنا هكذا أضيف وأطرح نفس الأدد المتواجد هنا ثم زائد الآن أذهب إلى Y بالنسبة لـ Y أس 2 زائد 2Y لدينا 2 في 1 في Y 2 في 1 في Y سأضيف 1 أس 2 وأطرح 1 أس 2 هكذا لأنه الذين هنا ومتحدوا معي متطابقة هامة هنا هي Y زائد 1 أس 2 هنا لدينا متطابقة هامة ثم زائد Z أس 2 زائد 10 تساوي 7 تكافي أن هنا لدينا متطابقة هامة هي X ناقص 1 على 2 الكل أس 2 هنا أكتب متطابقة هامة هنا Y زائد 1 الكل أس 2 ثم زائد Z أس 2 ثم هنا لدينا ناقص ناقص 1 على 4 ثم ناقص 1 ثم زائد 10 تساوي 7 هكذا تكافي إن سأعيد كتابة هذه التعابير سأقوم بتحيد المقام هنا وأضع زائد دائما لكي لا نضع هنا زائد ثم ناقص نضعها مع 1 فأكتب هنا ناقص 1 ثم ناقص 4 ثم زائد 4 نقوم بالضرب في 4 تساوي 7 تكافي X ناقص 1 على 2 الكل أس 2 زائد Y زائد 1 الكل أس 2 ثم زائد Z أس 2 إذا قمنا بحساب هذه العمليات فسنحصل هنا على 35 اذا قمنا بإرجاعها للطرف الآخر فسنحصل على هذه الكتابة ناقص 35 على 4 إذا قمنا بإرجاعها للطرف الآخر سنحصل على ناقص 35 على 4 إذن هناك الراحل معي هذا العدد ساليب هذا العدد موجب عدد موجب عدد ساليب زائد عدد موجب Bush2 هل يمكن أن يساوي عدد ساليب؟ لا يمكن أن يساوي عدد ساليب عدد موجب أسي 2 زائد عدد موجب أسي 2 زائد عدد موجب أسي 2 يعطينا عدد ساليب هذا لا يمكن أصغر قطعا من صفر إذن N هي مجموعة فارغة ونكتب هكذا تسوي مجموعة فارغة إذا وجدنا هذا العدد ساليب نضح هنا غامات تسوي مجموعة فارغة إذن مجموعة النقط هي مجموعة فارغة بمعنى لا توجد أي نقطة تحقق هذه المعادلة إذن هنا الحالة الثانية إذا كان العدد موجب نقول بأن غاما هي عبارة عن فلكة شعرها جيدا هذا العدد ومركزها نأخذ المركز هنا مقابل هذا العدد وهنا الذي نزد ناقي السفر أما إذا وجدنا هذا العدد ساليب فنقول بأن مجموعة النقطة هي عبارة عن مجموعة فارغة هذه الحالة الثانية الآن ندرس الحالة الأخرى مثال ثاني مثال ثالث عفوا ثالثا لنحدد غاما مجموعة نقط m x y z من الفضاء التي تحقق نأخذ هذه الكتابات مثلا x plus 2 x plus 2 x plus 2 y plus 2 ثم x plus 2 x plus 2 مثلا على هذا الشكل ثم ثم x plus 2 x plus 2 ثم 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 نضح هنا زائد 6 تساوي السفر هكذا على هذا الشكل مثلا تكافئ نفس الطريقة سنقوم بتحديد الأشكال القانونية سنقوم بالترتيب على هذا الشكل x plus 2 ثم y plus 2 ثم z z plus 2 ثم نقوم بالترتيب الآن يجب أن نستقرج منه الشكل القانوني الشكل القانوني لهذه الكتابة تكافئ هنا كأنه لدينا x plus 2 ثم 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 خلال ثم 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 الآن لقد نصل إلى متطابقة الهامة م ثم ثم مثل هذا العددد عس 2 ثم إضافته هنا أيضا متطبقة أهمة إن تكافر هنا X زائد 2 الكل أس 2 ثم هنا لدينا Y ناقص 1 الكل أس 2 ثم هنا لدينا Z زائد 1 الكل أس 2 ثم نقول نقوم الآن بحساب هذه الكتابات ناقص 2 يعني ناقص 4 ثم ناقص 1 ثم ناقص 1 ثم زائد 6 تساوي السفر إن تكافر X زائد 2 الكل أس 2 زائد Y ناقص 1 الكل أس 2 ثم Z زائد 1 الكل أس 2 تساوي لاحظنا معي هنا ناقص 4 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 6 زائد 6 تساوي 0 إن سنحصل على هذا التعبير في الأخير وجدنا بأن قيمة هذا العدد هو 0 يعني عدد منعدل في هذه الحالة لو رجعنا إلى لو رجعنا إلى هذا التعبير لو افترضنا مثلا بأن لاحظنا معي هنا إحداثية X إحداثية M هي X Y Z لو وضعنا أوميغا ذات الإحداثية ناقص 2 ثم 1 ثم ناقص 1 هذا التعبير هنا لو أردنا حساب هذه المسافة M أوميغا هذه المسافة سنحصل على جدر X زائد 2 أس 2 يعني زائد Y ناقص 1 أس 2 ثم زائد Z زائد 1 ألكل أس 2 لو أردنا حساب المسافة إذن X ناقص ناقص 2 زائد 2 Y ناقص 1 ثم Z ناقص ناقص 1 لو رفعنا المسافة الآن لو رفعنا هذه المسافة أس 2 سنحصل على X زائد 2 ألكل أس 2 زائد Y ناقص 1 أس 2 زائد Z زائد 1 ألكل أس 2 كم تسوي هذه القيمة في حساب التمانين تسوي السفر لاحظوا معي تسوي السفر إن سأكتب هنا تسوي السفر بمعنى أن المسافة بين أوميغا M أس 2 ألكل أس 2 يعني أن أوميغا M تسوي السفر ما معنى المسافة بين أوميغا M تسوي السفر بين أوميغا و M تسوي السفر ما معنى المسافة بين أوميغا و M تسوي السفر بمعنى أن أوميغا تسوي M يعني مجموعة النقاط هي نفسها تنطبق مع أوميغا إن كل النقاط أي تحقيق هي النقاط المنطبقة مع أوميغا بمعنى أن لدينا نقطة وحيدة وهي أوميغا إذن لدينا نقطة وحيدة نحن الآن نبحث عن M. وجدنا بأن M تسوي OMEGA ذات الإحداثية ناقص 2 1 ناقص 2. بمعنى أن الشعاء يسوي السفر. إذا كان الشعاء يسوي السفر بأن الفركة هي متجسدة في نقطة واحدة وهي مركزها. هذا يسوي السفر إذا مجموعة النقط هي النقطة OMEGA ذات الإحداثية ناقص 2 ثم 1 ثم ناقص 2 أي OMEGA هي عبارة عن مجموعة تحتوي على نقطة واحدة وهي OMEGA إذا كان هذا العدد متواجدنا موجب نقول بأن مجموعة النقطة عبارة عن فركة ونحدد المركز والشعاء إذا كان سالبا نقول بأنها مجموعة فرغة أما إذا كان يسوي السفر فهي عبارة عن نقطة إن هذه طريقة الأولى أو الطريقة الأولى لحسال تحديد مجموعة هذه النقطة باستعمال الشكل القانوني وأنا أفضل هذه الطريقة على الطريقة الثانية التي سنرىها الآن وهي بسيطة جداً ولكن أفضل الطريقة الأولى لأننا نستعمل لها مجموعة من الخاصيات وهي أكثر منطقياً ويمكن أن تتذكرها يعني لسوء السنة المقبلة أو فيما صار لكم الدراسي. أما الطريقة الثانية ستقومون بحفظها هذه السنة ثم لن تتذكرها فيما بعد. سأعطي الطريقة الثانية لتحديد مجموعة نقطة. سأكتبها لشكل خاصية. هكذا. سأكتب هنا لتكون. A, B, C, D أعداداً حقيقية. أو A, B, C أعداداً حقيقية. و S جمعة نقط M, X, Y, Z من الفضاء. هذه الطريقة الثانية تحديد مركز هو الشعاع الفلكاء بدون استعمال الشكل القانوني. فضاء التي تحقق X أس 2 زائد Y أس 2 زائد Z أس 2 زائد A X زائد BY زائد C Z زائد D قلنا هذه الطريقة الثانية بدون المرور بالشكل القانوني هذه الطريقة الثانية سأعطيكم هنا قواعد مباشرة موجودة في الكتاب المدرسي قواعد مباشرة تقومون بحفظها ثم تطبيقها تطبيقا مباشرة الآن whose نضع سأكتب هنا نضع أو قبل ذلك الذين 3 حالات قلنا لكي نحدد مجموعة النقط الذين 3 حالات كما رأينا في الطريقة الأولى الذين 3 حالات إما أن تكون عابرا عن فركة هذه مجموعة نقط إما أن تكون مجموعة فرية أو إما أن تكون نقطة كما رأينا في المثال الآخر هل إنذين 3 حالات سأكتب هنا الحالة الأولى إذا كان إذن لكي نعرف هل هي عبارة عن فركة أو مشموعة فريغة يجب أن نحسب هذه القيمة A أس 2 A أس 2 زائد B أس 2 زائد S أس 2 ناقص 4D هذا هو العدد الموجود الذي سيكون هنا في الآخر هذا هو العدد الذي سيكون في الآخر إذا كان هذا العدد موجب قطعا نأخذ هنا A أس 2 بأس 2 معامل إجريك ثم معامل زائد أس 2 ناقص 4 مضروف في هذا العدد إذا كان هذا موجب قطعا فإن S أي فركة مركزها أوميغا ونأخذ هذه القيم هنا بالنسبة لأوميغا ناقص A على إثنان ثم ناقص B على إثنان ثم ناقص C على إثنان هكذا ناقص A على إثنان ناقص B على إثنان ناقص C على إثنان هذه بالنسبة لأشوعة وها أغ يسوي سأأخذ جذر هذا العدد مقسوم على إثنان سأكتب هنا A أو سي اثنان زائد B أو سي اثنان زائد C أو سي اثنان ناقص أربعة د مقسوم على إثنان إذن هذا هو إثنان هذه الطريقة الأولى طريقة الثانية عفوا لتحديد المركز هو إثنان نقوم بحساب هذه القيمة A أو سي اثنان A معامل X بمعامل Y والسي معامل Z ثم ناقص أربعة د إذا كانت موجة بقتا فإن هذه المجموعة هي عبارة عن فلكة مركزها ناقص على إثنان ثم نأخذ هذا العدد الموجود هنا معامل X ثم معامل Y ناقص على إثنان وهكذا الشعار نأخذ هذه القيمة ثم جذر هذه القيمة مقسوم على إثنان هذه بالنسبة لأولى ثانيا إذا كان A أو سي اثنان زائد B أو سي اثنان زائد C أو سي اثنان ناقص أربعة د يسوي السفر مثل هذه الحالة في هذه الحالة نقول بأن فإن S هي عبارة عن نقطة هذه النقطة هي أمية نفس الشعر ناقص A على إثنان ناقص B على إثنان ناقص S على إثنان بالنسبة لأولى B و C هي الأعدد العوامل X و Y و Z بالنسبة للحالة الأخيرة إذا كان A أو سي اثنان زائد B أو سي اثنان زائد C أو سي اثنان ناقص أربعة د سادق قطعا فإن S هي عبارة عن مجموعة فارغة فإن S هي مجموعة فارغة S تسوي مجموعة فارغة إن لدينا ثلاث حالات الحال الأولى إذا كان هذا العدد نقوم بحساب A أو سي اثنان زائد B أو سي اثنان زائد C أو سي اثنان ناقص أربعة د إذا كان موجبا فإن هذه المعادلة هي معادلة فارغة شعرها R جدر هذا العدد مقسم أرغة اثنان ثم بالنسبة للمركز نأخذ عوامل X و Y و Z ناقص أرغة اثنان ناقص بي اثنان وهكذا إذا كان هذا العدد يساوي سعر فإن S هي عبارة عن نقطة أوميغا إذا كان سريبا فإنها مجموعة فارغة عن نفس الحالات التي قمنا بدراستها في الطريقة الأولى الطريقة الأولى استعمالنا للشكل قانوني طريقة آية استعمالنا القائدة ممكن أن تستعمل القائدة ممكن أن نطبق القائدة تطبيقا مباشرة لكن أنا أفضل دائما طريقة الأولى لأن الطريقة الأولى ممكن أن تستعملوها السنة المقبلة وهكذا في مصاريكم دراسي أما الطريقة الأولى فمن المجتب على أن تتذكرها السنة المقبلة سأعطي مثال لذلك الطريقة الثانية سأكتب هنا مثال لنحدد مجموعة النقاط م من الفضاء ألي تحقق اكس ستنان زائد اجريك ستنان زائد زائد ستنان ناقص اتنان زائد ثلاثة زد ناقص واحد ساو سفر هكذا مثلا لدينا سأقوم بحساب هذه القيمة وهو ناقش واحد تساوي هنا لدينا 4 زائد 9 ثم زائد 4 هكذا 4 زائد 9 زائد 4 تساوي 17 أكبر قطعا من 0 إذن بما أن هذا العدد موجب إذن كما هي فلك شعارها A يساوي إن سنقوم بوضحنا هذا العدد الذي قم بحسابه مقصوب على 2 هذا وشعر ومركزها هنا لدينا أي تبسط إذا كان هناك تبسط يمكن أن نبسط ونختزل ومركزها أوميغا إن سنأخذ ناقص A على 2 ثم ناقص B على 2 ثم ناقص C على 2 أي أوميغا بالنسبة لناقص A قلنا بأن A تساوي 0 لأن هناك أنه لدينا 0 مضروف في X 0 مضروف في X يعني 0 مضروف في X ثم ناقص B يعني ناقص ناقص 2 على 2 ناقص 2 زائد 2 على 2 ثم ناقص C يعني ناقص 3 على 2 أي أوميغا 0 ثم 1 ثم ناقص 3 على 2 ونكون قد حددنا مركز الفلكة ثم شعاء الفلكة إن طريقة تانية سهلة بسيطة ممكن أن تستعملوا الطريقة التانية بالنسبة لتحديد المركز والشعاء إن هذه بالنسبة للحالة الأولى إذا كان موجب قطعا هناك حالة ثانية ممكن أن يكون سالبة قطعا وحالة ثالثة إذا كان يساوي السفر إذن هناك مجموع من الحرز أنا سأكتفي في هذا الفيديو بهذا المثال بالنسبة للقاعدة وسأنشر لكم تمرين في هذا الفيديو الفقرة سنجيب عليه إن شاء الله في الفيديو المقفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة